مع اتساع رقعة المظالم تتسع دائرة التظاهرات في العراق وليس آخرة هي الاحتجاجات التي ينظمها المحاضرون المجانيون بعد أن أمضوا سنوات في العمل من دون مرتبات تنديدا بإقرار مجلس النواب معزنة العام الحال المالية دون بند يسمح بتحويلهم من محاضرين بعقود مؤقتة إلى معلمين بعقود دائمة في نقض لكل الوعود التي أطلقت خلال المواسم الانتخابية بشأن حل مشكلة هذه الشريحة الكبيرة التي يبلغ عددها أكثر من 200 ألف شخص حسب إحصاءات الرسمية وهو ما أثار جدلا واسعا بين أوساط المحاضرين الذين وصلت خدمة بعضهم إلى عشر سنوات وزارة التربية الحالية ادعت حاجتها للمحاضرين المجانيين لكنها سدركت بالتأكيد على أن مسؤولية تعيينهم على صيغة عقود ليست ضمن تخصصها وإنما تقع على عاتق المحافظات والمديريات العامة التابعة لها نقابة المعلمين أكدت أن موازنة عام 2021 أطاحت بأحلام آلاف المحاضرين الذين كانوا يأملون بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن وزارة التربية بزعم عدم وجود تخصيصات مالية كافية في وقت ما زالت أبواب وزارات أمنية مشرعة أمام مزيد من التعيينات وفق نهج لعسكرات المجتمع أما مصطفى الكاظمي فقد نأى بنفسه عن ملف المحاضرين المجانيين قائلا إنه إرث ونتاج مراحل سابقة متعهدا بمناقشة آلية يمكن من خلالها تمرير مخصصاتهم ضمن الموازنة وهي الآلية نفسها التي تراوح ما بين النفي والتأكيد في وقت أكد فيه المحاضرون المجانيون أن ملفهم قد دخل بفضاء المزايدات الإعلامية والمساومات السياسية ويرى المراقبون أن المحاضرين المجانيين غبن حقهم مرتين حينما لم تقدر جهودهم المجانية على مدى سنوات وحينما لم ينصف في الموازنة الحالية فهل يولى من اختار الموت بردا وجوعا قرب حدود بيلاروسيا وهو يحلم بمستقبل بعيدا عن بلده الذي بات رهينة لدى الميليشيات اشتركوا في القناة